بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم ما تنسوش تدعمونا وتكبروا القناة بتاعتكم كلكم مش بتاعتدي قناة بتاعتكم كلكم فأرجو من كان يعني يحفظ الود لنا فياريت نكبر القناة دهية بأي طريقة إن كان أنتم تردوها النهاردة بنتكلم عن بعد ما زرعنا إمبارح النهاردة بنعمل الأنفاق أو بنحط بقى النفق بتاعنا على النبات اللي إحنا زرعينه النبات ما زره عندك هوا وإحنا طبعا بنحطه أو بنعمل الأنفاق النهاردة يا طرح بنعملها إزاي وإيه الفرق بين الأغطية المختلفة تمام زي ما حضراتكم شايفين كده أولا النفق بتكون من حاجتين الغطى والحامل بتاع الغطى تمام الغطى إما يكون بلاستيك أو يكون شاش أنا طبعا بفضل الشاش بالنسبة لي أنا وهقول لك الفرق بين البلاستيك والشاش وليه أنا بشتغل على البلاستيك وبشتغلش على الشاش الحامل اللي قدامك ده هو دي عبارة عن مصورة بتاعة صرف صحي تمام أو بمصورة السباكة يعني المصورة دي 3 تربع القطر بتاعة 3 تربع إنش لها أبوصة يعني لها بنسبتها طبعا في الأرض عن طريق زي ما حضراتكم شايفين كده عن طريق عبارة عن سيخين حديد السيخ القطر بتاعة 8 ملي أو 10 ملي حسب ما يكون الطول بتاع السيخ اللي احنا بنسبت به ده هو بيكون في حدود 20 سنطي بيبقى منهم 15 سنطي أو 10 سنطي تحت الطربة أو بيبقى طوله 25 سنط 15 تحت الطربة و10 فوق سطح الطربة بندخل المصورة من الجنبين بندخلهم في السيخين ده هو والفكرة دي كان عملها أخي سعودي تعلمتها منه من فترة يعني تمام بعد ما بنسبتها المسافة ما بين الحامل والتاني زي ما انت شايف كده في حدود أربعة متر تمام وممكن تكون خمسة متر على حسب ما عندك مشكلة لأن المصورة دي متينة تمام وبعد ما بندق الموثير بنبدأ نحط بنوزعهم الأول توزيع متجانس وبندقهم زي ما انتوا شايفين كده وبنبدأ بقى نعمل الأنفاق بتاعتنا أو نحط الغطة بتاعنا تمام المصورة ديت لو فردتها جاء لو فردتوها جماعة هتلاقوها بالضبط وبيت ستريت لاين كده خط مستقيم المصورة دي هي منحنة دلوقتي كانت الأول خط مستقيم كنا عاملينها في حدود متر ونص تمام كانت متر ونص فلما حصل المنحنة ده هو تمام لو است دلوقتي من النبات لحد القمة بتاعتها هتلاقاها ستين سنتي هتلاقاها ستين سنتي أو يعني من خمسين لستين سنتي وده ارتفاع ممتاز جدا يسمح بتهوية ممتازة داخل النفق تمام طيب ممكن الناس بتجيب اللي هو السلك تمام السلك اللي هو بيبقى خمسة ملي تمام وبيبدأوا يحطوه تمام ايا كان يعني مش هنختلف في ديال كتير انا بفضل المصورة لان العمر الافتراضي بتاعها كبير جدا ممكن تقعد لك عشر وقمس عشر سنة مش هتدوب طالما طبع تحافظوا عليها مش هتدوب خالص تمام وهكذا يعني المهم بعد كده بنغطي زي ما حضرتك شايف كده احنا عاملين النفق ده هوت تمام الغطاء اللي انت شايفه قدامك ده هوت اما يكون بلاستيك والبلاستيك طبعا بيكون بيه سماكة معينة فيه ناس بتغطي بستين ميكرون وفيه ناس ممكن تغطي بتمانين ميكرون ايا كان الوضع بتاعك المهم فيه بلاستيك النهارة وفيه الشاش ده هوت تمام المفروض البلاستيك دايما بنغطي به في الشتاء ومحدش بيحبز الشاش بالنسبة للشتاء طب انا حطت الشاش ليه اولا الشاش بالنسبة لو عملنا مقارنة بين البلاستيك وبين الشاش بالنسبة لدرجة الحرارة تحت النفق بالليل هنلاقيها تحت الشاش بتكون درجة الحرارة مرتفعة ممكن ما بين 2-3 درجات ما بين البلاستيك وبين الشاش طيب ده ليه لان البلاستيك الشاش نفسه زي الملابس بتاعتك بيدفي او ما بيحتفظ بالبرودة زي البلاستيك اما البلاستيك مشكلته انه هو يعني مادة زي الازاز كده والتالي بتحتفظ بالبرودة بتاعتها دي اول حاجة بينهم تاني حاجة البلاستيك طبعا غالي التمن ولكن بيقعد فترة كبيرة ممكن استخدمه سنتين ومع المحافظة ممكن استخدمه ثلاث سنين القماش اللي قدامك ده او الشاش اللي احنا شايفينه قدامنا ده لا الشاش ده هو مرة زرعة واحدة وممكن زرعتين طبعا انا زرعت عليه طماطم والزرعة دية بتكون البطيخ زي ما حضرتكم شايفين الشاهد في الموضوع ده هو ان البطيخ هيقعد تحته تقريبا 35 يوم انا حسب من النهارة خلينا نقول النهارة مثلا 10 تمام 10 اتنين يبقى انا عندي ان شاء الله عشرين تلاتة بنشيل او يمكن كمان 15 تلاتة بنقدر نشيل الشاش ده هو تمام طيب الفرق برضو الممتاز جدا في الشاش ده هو ان هو ما بيحتاجش تهوية ما بيحتاجش مني تهوية ليه لان اصلا يعني اول ما بتكسفش عليه مية من جوه يعني احنا معروف ان النافق او حتى في البيوت المحمية لما بالليل في بخار مية بيطلع من الريل احنا رويينه تمام فالبخار رهوت بيطلع فبيتصدم بايه بيتصدم بيه بيتصدم بيه السقف بتاع البلاستيك سقف بتاع البلاستيك من برا بارد بارد فبيحصل تكسف لقطرات المية داخل النافق البلاستيك المية ديت بتزود لي نسبة الرطوبة فممكن تعمل لي شوية مشاكل من المشاكل ده هي ان التهوية ما نغفلش عن التهوية لان لو غفلت عن التهوية والرطوبة عالية جوه وطلع يوم حرارته عالية هيعمل لي مشاكل للمشاكل اللي ممكن يعملها ايه ممكن يعمل لي احتراق للاوراق بتاعة البطيخ او بتاعة الشمام تمام والقصة ده هي تجمعت الخير على فكرة يعني كانت حصلت لي وانا مهندس صغير تمام وطبعا كان عندي ما عنديش تعليمات طبعا ان انا اشتغل حاجة بمزاجي فكنا حطين طبعا مغطيين بيه بلاستيك فاللي حصل ان احنا بنروي وبنسمد يوريا فتسمد اليوريا طبعا ما بنهوي شوي ما نقدرش نعمل حاجة الا بالمدير فالمدير طبعا دبسني انا في القصة ضهية لان اليوريا كنا بنسميتها فابتدت تعملي مطر حمضي بقى او ميا حمضية تمام ابتدى الغاز يطلع يتكسف مع الميا فابتدى يومين ورا بعض حرارة فابتدوا حرقوا البطيخ تمام حرقوا البطيخ بتاعنا تمام وطبعا قاعد فترة كبيرة على ما رجع تاني يعني ولا الحمد ولكن يعني انتقد بالك من القصة دي هات البلاستيك لازم عينك على التهوية بتاعته تكون كويسة والتسميد لو زاد معاك مع زيادة درجات الحرارة يعني لان في بداية شهر ثلاثة هيبدأ تزيد عندك او في بداية شهر او في عشرين اتنين بعد خمستاشر يوم وخمسة عشرين اتنين هتزيد درجات الحرارة في الساعات وسط النهار فتعمل لي مشكلة كبيرة جدا فتاخد بالك من القصة دي طبعا في ناس اساسا يا جماعة هتشيل اساسا بتشيل البلاستيك ده هوت خالص فيه بداية من عشرة ثلاثة ولكن الجو ابتدى يتغير فانا اعتقد انه ممكن يعني خمستاشر عشرين ثلاثة عشان يبقى فيه امان بالنسبة للنبات ما سيبهوش وتجيله موجات بردة تعمل لي مشاكل للعقد وخلافه فمن مبدأ السلامة كده بيشيله خالص ممكن يعمل تهويات كبيرة فيه النفأ شاشات او يعمل فيها يعني دواير كده بيقطعوها او انه هو يهوي يعني كل واحد التهويه عنده فيه ناس بتهوي طبعا بتشيل البنطة التراب اللي احنا حطينا هدية وبتعمل تهوية كويسة بتشيله اول اليوم وبتنزل اخر اليوم فيه ناس بيستخدم البلاستيك مرة واحدة بس فبالتالي بتعمل شاشات فيه او بتقطع حيث اكمل البلاستيك كده على شكل دايرة او مستطيل او مربع من الجنب اللي هو العكس الرياح وبعد كده بيروح ليه الناحية اللي هي مكان خبوب الرياح بحيث يعمل طيار كل النبات ما بيكبر كل ما بزود عدد الشاشات او القطوع اللي بيعملوها عشان التهويه يعني تمام بس يعني المهم وفيه ناس طبعا ده في المساحات الكبيرة في الناس اللي بيستخدم البلاستيك اكتر من المرة ما يقدرش يقطع بلاستيك لا ده هو بيفتح كل مثلا عشرة متر كده بيفتح بفتحة كده بيبقى عاملينها مش عارف شبهها لك ازاي ولكن يعني بيبقى فيه حاجة كده بتشيل البلاستيك فترة نص النهار ويجي قبل المغرب العمال بتنزل تسيبها على او تشيل اللي هي او الحامل اللي رافع البلاستيك ده هوت علشان الليل داخل ايا كان يعني زي ما حضراتكم شايفين كده هوت احنا ما يعني قدر المستطاع يدير تصورها وبحاول اوصل لك الفكرة بتاعتها تمام الافضل ما في الشاش ده هوت انه ما بتكسفش عليه مياه انه انا بحطه والتهويه عندك كويسة جدا لان انا بزرع اصلا تحته طماطم في الصيف اذا انا ما عنديش اي مشكلة خالص في ان انا سيبه اربعين يوم من كده حتى ما افتحش عنه اه ممكن بس انزل انا حشايش او اعمل عملية خربشة او ابص على النبات او حتى اعمل رش اه او اه حتى الرش ممكن حتى لو انت بترش حشري ممكن تحط مادة من اللي هي بتسري في عصارة النبات دهية زي الاكترة مثلا تمام او لكون فضور بالنسبة للزباب لو انت خيف من الفيروس وخلاف اه بتمنى ان احنا كن استفدنا واي سؤال حطه وممكن نجاوب عليه في الحلقة برده بس اسئلة تكون يعني ما قلنهاش قبل كده او تكون فعلا تستحق يعني ان احنا نعملها فيديو اه ونعلق عليها شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اه وبركاته اه وبركاته